عالي جدا ويعني الحمد لله قناة النادي الاهلي حتى على مستوى التطويري الانشاء لكن كمان على التطوير في مجال التكنيكال على مستوى الافراد اللي بيشتغلوا ما شاء الله يعني على مستوى عالي جدا 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 وجود حضرتك دليل على كده لان حضرتك كمان من المميزين جدا على مستوى التوصيق وده مهم جدا حضرتك انك بتوسط كل صغيرة وكبيرة لان في حاجات بتتوه زي ما حدث بتتوه بتتوه حتى في الفرحة او بتتوه في الحزن في حاجات بتتوه يعني المفروض انها بنفكر الاجيال ونفكر الناس بيها نرجع لبطولتنا رؤيتك الشاملة لهذه النسخة من كاس العالم الاندي شوف كاس العالم الاندي هذه المرة اولا جت بصعوبة شديدة جدا لانها جت من خلال بطولة استمرت بالزبط 16 شهر من 16 شهر ونص كمان من اول مباراة الاهلي لعب فيها امامنا دي اطلع بطل جنوب السودان في الدور التمييد الاول لبطولة دورة ابطال افريقيا يوم 12 اغسطس وانتهت يوم 27 نوفمبر 2020 من 12 اغسطس 2019 لغاية 17 ديسمبر 2020 هذه البطولة اما تحسبهم كده يطلعوا 16 شهر ونص في اي اطول بطولة مش افريقية اطول بطولة في التاريخ مفيش بطولة حتى دورة ابطال اوروبا اللي وقف رجع في اغسطس يعني الموضوع ما متدش كتير لكن هذه البطولة بما شاهدت ده نمرة واحد نمرة اتنين الاهلي الاول مرة بيروح البطولة وهو المتوج باكبر عدد من مرات التأهل ليه ست مرات لو بتجيب الفرق الباقية لقى الدوحيل بيلعب لأول مرة تلاقي ان تايجر اونال او تيجرس اونال المكسيكي بيلعب لأول مرة تلاقي اولسان هيونداي بيلعب لتاني مرة بعد 2012 تلاقي باير ميونيخ بيلعب لتاني مرة بعد 2013 يعني حتى بالميراس وسانتوس سانتوس راح قبل كده لكن بالميراس مرحش يعني ممكن لو بالميراس هو لتأهل من خلال المباراة النهائية بين سانتوس وبلميراس على كوبة لبرتادوريس فحيبقى بيلعب برضو الاول مرة فبالتالي الخبرات التراكمية ما بقتش عيب ضد الاهلي زي ما كان الاهلي بيروح لأول ومعافرة حتى لو ما لعبتش ما كانش كاس العالم الانديه في 2005 كانت تاني بطولة ما عندكش خبرات المستوى العالمي تلعب تلعب في بطولة افريقيا وكسبان وبتلعب في الدوريات المحلية والمسابقات المحلية وكسبان فما كانش كنت تتلاقي مثلا ايه ريال مدريد معا القابة دي ايه برشلونة معا القابة دي ايه الفرق الكبيرة اللي كانت موجودة كانت عندها خبرات حتى فرق امريكا الجنوبية كانت بتلعب في الكأس الانتركنتيننتل اللي هي كانت تصبق كاس العالم الانديه اللي هي كانت تمثل كاس العالم الانديه بس بين بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبية كانوا بيعتبروا اوروبا وامريكا الجنوبية الباقي ده ما لنشعب هم العالم دول فبيلعبوا مع بعض فكانت عندها بتلعب كتير من امريكا الجنوبية وعندها الخبرات حتى عندها الخبرات باللعب في مستويات مختلفة عالميا الانديه لغاية 2005 ما كانش لعب في اه اعلى حاجة لعبها ايه دوري ابطال افريقيا او البطولات دي لكن 2005 و2006 و2008 بقت الخبرات التراكمية بقى النادي الاهلي وانا ضد من يقولك ان النادي الاهلي حيلعب مستويات تانية لا من المستويات تانية ما عنداش خبرة يعني تيجرس اونال اه فريق كبير وفريق عنده لعبة كتير على رأسهم جينياك المهاجم الفرنسي جانبير جينياك لعب مميز جدا ومهاجم مميز جدا وهو بالمناسبة اللي سجل هدف فوزهم ببطولة الكونكا كاف وصعودهم لكاس العالم الانديه فعندك انت مثلا فرقة زي اولسان هيونداي فرقة مميزة جدا بالنواحي البدنية والخطاطية رغم ارتفاع اعمارهم بس يعتبر من اكتر فرقة البطولة ديناميكية يعني التشكيلة الاساسية لالسان هيونداي فيها عشر لاعبين فوق الثلاثين ولاعب واحد طاي هو اللي هو اللاعب الهف ديفندر هو اللي عنه 23 سنة يبقى كلهم فوق الثلاثين متوسط اعمار معدي يعني 32 سنة تقريبا يعني مثلا حتى جونيور اللاعب المهاجم بتاعهم نيجراو جونيور نيجراو عنده 34 سنة اللي هو اللي جاب برضو الهدفين فوزهم بالبطولة الاسيوية على حساب بيرسبولس الايراني هتلاقي ان فريق احنا منتكلمنا على قلسان وتيجل سنة الدحيل القطري اصح مدجج بالنجوم هتكلم عنه شوية لانه اول مباراة وهي المباراة اللي هتحدث من خلالها مصير اشتركوا في القناة